اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لتطوير وتعزيز علاقات بولغاريا مع مصر وذلك في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس السيسي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خاطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى دول الاتحاد الأوروبية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل المدينة الطبية الجديدة في معهد ناصر بهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل قاعدة بيانات مميكنة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس برئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير إدارة الأشجال العسكرية لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية كما وقه الرئيس السيسي بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية وبتشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص النسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة كما وقه الرئيس بتوفير الموارد المالية الإضافية لتوسع في مبادرة قوائم الانتظار وإضافة تخصصات جراحية جديدة وقه الرئيس عبد الفتح السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازنة الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجية لضغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلية وذلك وفق المعايير العالمية وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع توفير عوامل استدامة فعالية الإدارة والتشغيل وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن رئيس سيسي اجتمع برئيس الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وعدد من الوزراء المسؤولين لمتابعة مستجدات إنشاء منظومة المخازنة الاستراتيجية للدواء حدد مجلس النواب العراقية جدا الأربعاء موعدا لعقد جلسة للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي قال المجلس إن جدول أعمال الجلسة تتضمن التصويت على انتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرتاج وأعلن بيان رئاسة الجمهورية التونسية أن الاجتماع تناول الوضع العام في البلاد واشدد الرئيس التونسي على مسألة تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصادي للمحتكرين مشيرا إلى أن عددا من الأزمات تتم بهدف توظيفها سياسيا قالت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن رئيسها مارك ميلي بحث الأسبوع الماضي هاتفيا مع قائد القوات الأوكرانية سير المعارك في أوكرانيا وجاء في بيان لهيئة الأركان أن ميلي بحث مع زالوجني العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا وتبادل توقعات وتقييمات تجرى اليوم في العاصمة اليابانية توكيو مرسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء اليابانية سابق شينزو آبي بحضور قادة وزعماء دوليين وبدأ آلاف المواطنين في التوافد لوضع الزهور في مقر الجنح المخصص لعمة الشعب وقد فرضت الشرطة اليابانية إجراءات أمنية مشددة في توكيو استعدادا لإقامة الجنازة ختم الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل سور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة كنت معكم حبيبة عمر تحية لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة